مرضي رفاعي من دولة بنين وتقرأ برواية حفص عن عاصم أسوال الرابع تفضلي بعد الاستعاذة والبسملة قرأي من قول الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يذلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المسير هم درجات عند الله والله بسير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث منهم رسولا هم درجات عند الله والله بسير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نعفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين حسبك السؤال الخامس وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صارقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْسُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْسُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأ بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ذلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد حسبك حسنتي وبارك الله فيك